السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الحادي عشر أهلا ومرحبا بكم في درسنا في مادة الكيميا ونواصل اليوم إن شاء الله درس أشكال الجزيئات وقطبيتها في البداية عندنا أهداف الدرس أهداف درسنا هي استخدام السالبية الكهربائية وشكل الجزي في تحديد قطبية الجزيئات اثنين تعريف العزم القطبي وثلاثة دراسة تأثير الأجسام المشحونة على المركبات القطبية في البداية نذكركم بدرس الحصة الماضية درس الحصة الماضية كان يتكلم عن أشكال الجزيئات مثل كان عندي في البداية الشكل الخطي وأيضا درسنا الشكل المنحني ودرسنا المثلث المتساوي الأضلاع وأشكال أخرى في البداية كان درسنا أو موضوعنا كان يتكلم عن الشكل الخطي ووضحنا بالنسبة للشكل الخطي أنه يوجد في حالتين لما يكون عندي ذرتين سواء كان هذه الذرتين متشابهات مثل ذرة الهيدروجين مع هيدروجين أو ذرتين مختلفات مثل ذرة الهيدروجين مع ذرة لكلور وأيضا يوجد الشكل الخطي في ثلاث الذرات ولكن بشرط رح نوضحه بعد شوي للتذكير فقط في مركب ثاني يكسيد الكربون في مركب ثاني يكسيد الكربون أيضا معنا الشكل الخطي مثل ما وضحنا في الدرس السابق وأيضا خضينا الشكل المنحني والشكل المنحني ذكرنا أنه يوجد في بعض القزيئات مثل قزي الماء ورسمنا بهذه الطريقة ووضحنا السبب أن قزي الماء خطي وأما قزي ثاني يكسيد الكربون قزي ثاني يكسيد الكربون لماذا هو خطي ولماذا قزي الماء منحني وذكرنا السبب هو وجود الإلكترونات الحرة على ذرة الأكسجين بعد الثلاث ذرات أخذنا أربع ذرات وضحنا أنه عندنا شكلين للأربع ذرات الشكل الأول هو مثلث الشكل الأول وعباره عن مثلث متساوي الأطلاع في مركب مثل كلوريد الألمنيوم ورسمنا بهذه الطريقة وقلنا أن الزاوية هنا 120 درجة وأيضا معي أربع ذرات مرة أخرى أربع ذرات غير مركب كلوريد الألمنيوم ولكن له شكل غير المثلث متساوي الأطلاع وهو الهرمي الثلاثي مثل الأمونيا مثل الأمونيا وذكرنا أيضا السبب أن ذرة النيتروجين تحمل إلكترونين حرات عكس ذرة الألمنيوم في المثال الأول لاحظ ذرة الألمنيوم في المثال الأول لا يوجد إلكترونات حرة على ذرة الألمنيوم عكس ذرة النيتروجين لذلك معنى ذرة هذا الشكل شكل مثلث أما الشكل في الأمونيا هو شكل قلنا عنه حرمي ثلاثي بعد ذلك انتقلنا إلى الأربع أو الخمس ذرات عدنا خمس ذرات وذكرنا أن المركب مثل مركب الميثان هنا يكون لشكل هندسي جديد وهو سميناه برباعي الأوجه هذا بالنسبة لمختصر سريع لدرس الحصة الماضية لو لاحظنا بالنسبة لدرس الحصة الماضية وقارننا بدرس هذه الحصة نجد الاختلاف فقط في كلمة جديدة وهي أشكال الجزئات والكلمة هي والقطبية إذن معنى إضافة على الدرس الماضي هي القطبية ماذا نقصد بالقطبية هو هذا الموضوع في هذه الحصة إن شاء الله في البداية أنا أحب أوضح بالنسبة للقطبية أو أشبهها نفس موضوع البطارية البطارية القافة معروف أن البطارية القافة لها قطبين القطب الأول قطب السالب والقطب الثاني هو القطب الموجب ما رح ندخل في التفاصيل بالنسبة للبطارية الجافة ومكوناتها والتفاعلات التي تحدث فيها لأن هذا موضوع مختص بالصف الثاني عشر إن شاء الله لكن فقط رح أذكر أن البطارية الجافة مكونة من قطبين مختلفين القطبين مختلفين القطب الأول يمثل قطب السالب والقطب الآخر يمثل القطب الموجب في القطب السالب والذي يمثل المصعد ينتقل الإلكترونات منه إلى المهبط من القطب السالب إلى القطب الموجب مثل ما رح تلاحظ أو تعرفه إن شاء الله في السنة القادمة سبب هذا الانتقال الإلكترونات هو بسبب التفاعلات الحادثة على أو داخل هذه البطارية وسبب التفاعلات هذه هو بسبب اختلاف مادة القطبين الموجودة أو المصنوع منها البطارية هل هذا ينطبق على المركبات التساهمية نعم تقريبا نقدر نقول نفس المبدأ هو اللي حادث داخل المركبات التساهمية فلو كان المركب التساهمي مكون من ذرتين مختلفات متشابهات مثل الهيدروجين مثل عندي الهيدروجين وذرتين هما الهيدروجين مرتبطة مع ذرة هيدروجين في هذا الحالة ما نقدر نقول أنه في عندي انتقال إلكترونات لماذا؟ سبب يعود إلى أن الذرتين متشابهات ولكن لو كان معي كلوريد الهيدروجين ونلاحظ معي الهيدروجين كطرف والكلور كطرف آخر بسبب اختلاف الاثنين نقدر نقول أن هذا مركب قطبي أما الآخر مركب غير قطبي مركب غير قطبي بسبب قلنا أن الذرتين متشابهات أو أطرافه متشابهة هل هذا له علاقة بالسالبية الكهربائية؟ نعم هي السالبية الكهربائية لهذه المركبات هي التي يقعل انتقال الإلكترونات من طرف إلى طرف آخر ما هي السالبية الكهربائية؟ السالبية الكهربائية هي عبارة عن مقياس لمقدرة الذرة في الجزي التساهمي على جذب الإلكترونات في الرابطة التساهمية فمثلا معنا مرة أخرى مثال كلوريد الهايدروجين نلاحظ هنا الهايدروجين صاحب السالبية المنخفضة سالبية ضعيفة مقارنة بالكلور صاحب سالبية مرتفعة في البداية تكونت بينهم الرابطة التساهمية الرابطة التساهمية نتيجة مساهمة الهايدروجين بأحد إلكتروناتها للوصول إلى حالة استقرار مع أحد إلكترونات الكلور صاحب السبع إلكترونات في المدار الأخير الذي حدث أن الهايدروجين ساهم في البداية بإلكترونات مع الكلور بعد هذه المساهمة بعد ما ساهم بهذا الإلكترون قام الكلور بسبب سالبيت العالية سالبية عالية للكلور قام بقذب هذه الكترونات إلكترونات الرابطة نحوه قام بقذب إلكترونات الرابطة نحوه بسبب سالبيت العالية ذكرنا السالبي هي مقدرة الذرة في الجزي على جذب الإلكترونات في الرابطة الكيميائية إذن في البداية تتكون الرابطة الكيميائية بينهم بعد ما تتكون الرابطة الكيميائية يقوم لكلور أو صاحب السالبية العالية بجذب إلكترونات الرابطة باتقاهها في هذه الحالة سنقدر نوضح التساهمية أو هذا المركب بهذه الطريقة نقدر نقول أن الكلور معنا أخذ الحصة الأكبر من الشحنة السالبة أما الهيدروجين أخذ الحصة الأقل من الشحنة السالبية لما ننظر إلى الكلور والهيدروجين ونسألهم من صاحب السالبية الأعلى من منطقته فيها نسبة كبيرة من الإلكترونات طبعا الإجابة في هذه الحالة ستكون لكلور نقدر نقول طرف الكلور هو الطرف السالب وطرف الهيدروجين هو الطرف الموجب تلقائيا نتكون معي طرفين طرف سالب نقدر نرمز له الرمز اللي هو الدلتة بالرمز الأغريقي دلتة سالب للطرف السالب والدلتة موجب للطرف الأقل سالبية كهربائية وهذا اللي حدث معي نتيقة جذب الكلور لإلكترونات الرابطة المتكونة مع الهيدروجين وبهذا الطريقة صار عندي مركب قطبي أما لو رجعنا مرة أخرى إلى الهيدروجين مع الهيدروجين نلاحظ الهيدروجين الأول سالبيته تساوي سالبية الهيدروجين الثاني في هذه الحالة لا يستطيع الهيدروجين الأول أن يجذب إلكترونات الهيدروجين الثاني وفي هذه الحالة نقدر نقول أنه لا يتكون معي طرف سالبيته أعلى من الآخر ويصبح المركب غير قطبي وهذا ينطبق على هذه المركبات وأي مركب آخر يحتوي على ذرتين متشابهات مثل مثلا الأكسوجين أيضا عندي طرفين متشابهات إذن ما نقدر نقول أنه مركب قطبي هو مركب غير قطبي أيضا الفلور مع الفلور مركب غير قطبي بسبب أنه أطرافه متشابهة طيب معنا سؤال جديد يقول بعض الجزيئات مثل ثاني أكسيد الكربون يحتوي على روابط قطبية ولكنه مركب غير قطبي كيف ذلك؟ في البداية نكتب صيغة ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون عرفنا عنه من خلال أشكال الجزيئات أنه مركب خطي أو منحني طبعا الكربون يحتوي على أربع إلكترونات يساهم بالأربعة مع ذرات الأكسوجين في هذه الحالة لا يوجد إلكترونات حرة على الذرة المركزية التي هي ذرة لكلور إذن المركب هذا مركب خطي مركب خطي يهمني معرفة الأشكال الهندسية في هذه الأشكال أو في القطبية أيضا إذن عرفنا بالنسبة للموضوع السابق أنه إذا كان عندي شكل خطي مكون من ذرتين ذرتين مختلفات ذرتين مختلفات مثل كلوريد الهيدروجين فأن المركب يكون مركب خطي أما مركب أو مركب قطبي أما إذا كان هذا المركب مكون من ذرتين متشابهات فهو مركب غير قطبي نرجع مرة ثانية إلى ثاني أكسيد الكربون قلنا شكله هو شكل خطي الذرة المركزية لا تحتوي على إلكترونات حرة ماذا يحدث في هذه الحالة؟ ذرة الأكسجين تقوم بجذب إلكترونات الرابطة مع الكربون ذرة الأكسجين رقم واحد نقول تقوم بجذب إلكترونات الرابطة مع الكربون باتجاهها السبب أن سالبية الأكسجين أعلى من سالبية الكلور طيب معنى ذرة أكسجين أخرى هي الأخرى تقوم بجذب إلكترونات الرابطة مع الكلور باتجاهها إذن عندي قوتين قوة الأولى تقوم بالجذب بالاتجاه اليمين نقول والقوة الثانية بالاتجاه اليسار هل القوتين متشابهات مع ذرة أكسجين وذرة أكسجين إذن قوتين نقدر نقول عنهم قوتين متساويات قوة القذب الأولى تساوي قوة القذب الثانية ويطلق عليها بالعزم القطبي العزم القطبي إذن العزم القطبي لذرة الأكسجين في الاتجاه الأول تساوي العزم القطبي لذرة الأكسجين الثانية في هذه الحالة إذا كانت القوة الأولى مساوية القوة الثانية فأن المحصلة راح تساوي صفر محصلة القذب راح تساوي صفر إذا عندي محصلة القذب الإلكترونات أو نسميه العزم القطبي إذا كان معي العزم القطبي أو محصلة العزم القطبي تساوي صفر في مركب فإن المركب يكون مركب غير قطبي مركب غير قطبي وهذا اللي اللاحظة في ثاني أكسيد الكربون في ثاني أكسيد الكربون درة الأكسيجين رقم واحد تجذب إلكترونات الرابطة باتقاهها ذرة أكسيجين رقم اثنين تجذب إلكترونات باتقاهها بسبب تشابه الذرتين فأن القوتين المتساويات وفي هذه الحالة نقول أن المحصلة راح تساوي صفر ولكن لو كان عندي مركب آخر مثلا عندي رموز افتراضية مثلا X مرتبط مع M وبالاتقاه الآخر مرتبط مع Z ونلاحظ أن الطرفين مختلفين رغم أن الذرة المركزية لا تحتوي على إلكترونات حرة ولكن بسبب اختلاف الأثنين فأن طبيعي ما راح يكون القذب أو قوة القذب بالاتقاه M يساوي قوة القذب بالاتقاه X في هذه الحالة المركب راح يصبح مركب قطبي إذن هذا بالنسبة لثاني أكسيد الكربون ولماذا هو مركب غير قطبي لكن لو نظرنا إلى ذرة الكربون نفسها مع ذرة أكسيجين واحدا لاحظ أن الكربون مركب أو سالبيته ضعيفة والأكسيجين سالبيته مرتفعة إذن هي رابطة بينهم أصلا رابطة قطبية هذه الرابطة هي رابطة قطبية وهذه أيضا رابطة قطبية ولكن المركب بشكل عام هو مركب غير قطبي بسبب المحصلة النهائية بسبب المحصلة النهائية لهذا المركب هو مركب غير قطبي رغم أنه يحتوي على روابط قطبية حاليا معنا تقربة عملية هذه التقربة العملية راح تشرح أو توضح داخل هذه التقربة راح نوضح مجموعة من التقارب حول الماء بالإضافة إلى مركب آخر اللي هو فوق أكسيد الهيدروجين ومركب آخر اللي هو حمض الهيدروكلوريك وبنلاحظ تأثير قسم مشحون على هذه المركبات وماذا يحدث نحتاج هذه التقربة بداية ثالث من الأبو نايت وقطع من الصوف أيضا استغلنا في هذه التقربة الماء وحمض أو مركب فوق شهيلوكيم وحمض الهيدروجيك بالإضافة إلى استخدامنا للملون لتبيع المركبات الثلاثة منذ التصوير نبدأ الأولى بشحن ساق الأبو نايت باستخدام قطعات الصوف ومن ثم تقريبها من الماء ونلاحظ كما نلاحظين انقذار ساق الماء إلى القسم المشحون ننتقل الآن إلى من فوق أكسيد الهيدروجين ونبدأ بدايتها بشحن ساق الأبو نايت ونلاحظ تأتيها بالجسم أو تأتيها القطرية باسم المشحون على مركب فوق أكسيد الهيدروجين نلاحظ ان المركب فوق أكسيد الهيدروجين لا ينجد إلى ساق الأبو نايت ننتقل إلى حمض الهيدروجيك ونلاحظ أيضا نقذ بالبداية بدرج ساق الأبو نايت ونقذ من الحمض ونلاحظ أن الحمض ينجذب إلى ساق الأبو نايت بهذا نهينا هذه الأجربة وتوصلنا إلى أن الماء بعدها مركب قطبي ينجذب إلى ساق الأبو نايت ومركب فوق أكسيد الهيدروجين مركب غير قطبي لم ينجذب إلى الجسم المشحون وفينا الحمض الهيدروجيك يقدر المركبات القطبية ولاحظنا انجذاب الإساق الأبو من خلال التقرب العملية لاحظنا أن المركبات القطبية تنجذب نحو الأجسام المشحونة والمشحونة والمركبات غير القطبية لا تنجذب نحو الأجسام المشحونة مثل الماء مثل ما قبنا قطب من الأبو نايت قمنا بعملية جلكة قربنا من الماء لاحظنا أن الماء ينجذب وهذا اللي يحدث للمركبات القطبية عكس المركبات الغير القطبية وأيضا تقدر تستخدم الزيت في تقربة سريعة لتوضيح أنه لا ينجذب بسبب أنه غير قطبي لا ينجذب إلى الساق المشحونة ننتقل إلى المركبات الخطية ونوضح حاليا أشكال الهندسية للمركبات وهل هي قطبية أو غير قطبية نبدأ أولا مع مركبات تتكون من ذرتين وذكرنا سابقا أنه إذا كان عندي ذرتين فأنه عندي احتمالين الاحتمال الأول الذرتين متشابهات مثل الهيدروجين مع هيدروجين كلور مع كلور فلور مع فلور وأي مركب آخر أو جزي آخر يتكون من ذرتين متشابهات في هذه الحالة ذكرنا أنه إذا كان عندي القطبين أو الطرفين متشابهات فأن العزم القطبي راح يساوي صفر بسبب أن المركب يصبح غير قطبي بسبب أن العزم القطبي أو القوة الجذب في الاتجاهين متساوية إذا بيكون عندي مركب غير قطبي لأن المحصلة قلنا محصلة الجذب متساوية لأن العزم القطبي يساوي صفر إذن هذا بالنسبة لي إذا كان عندي ذرتين متشابهات الآن إذا كان عندي ذرتين مختلفات أو ذكرنا مثلا غاز بيتش بي آر اللي يصير هنا معي أن الهيدروجين بسبب قطبيته الضعيفة يأخذ القطب الموجب والبروم بسبب قطبيته العالية أو سالبيته العالية سيأخذ القطب السالب يقوم بعد ما يرتبطون البروم بسحب أو جذب إلكترونات الرابطة باتجاهة في هذه الحالة نقدر نقول عنه مركب مركب قطبي إذن في البداية لازم تفرق أو تعمل قدول توضح أن المركبات المتكونة من ذرتين يمكن أن يكون قطبيات إذا كان الطرفين مختلفين إذا كان الذرتين مختلفات مثل إتش بي آر أو إتش مثلا سي أل أو إتش إف نلاحظ ذرات أو الأطراف كلها مختلفة الطرف الأول مختلف عن الطرف الثاني الطرف الأول مختلف عن الطرف الثاني مباشرة نقول أن هذا المركب مركب قطبي أما إذا كان الطرفين متشابهات غازات مثل غاز الهيدروجين مثل غاز الكلور مثل غاز الفلور مباشرة نقول عنها مركبات غير قطبية وسبب أن العزم القطبي يساوي صفر طيب إذا كان عندي أكثر من ذرتين وذكرنا أكثر من ذرتين وناخذ فقط مثالين المثال الأول غاز ثاني كسير الكربون ذكرنا سابقا وعندي الماء وأيضا وضحنا ثاني كسير الكربون بسبب أن الطرفين متشابهات والذرة المركزية لا تحتوي على إلكترونات حرة تكون معي مركب خطي تكون عندي مركب خطي إذا نقدر نقول أن هذا مركب مدامنا خطي ومن ثلاث ذرات إذا نقول عنا مركب غير قطبي لأن الرابطة أو الذرة المركزية لا تحتوي على إلكترونات حرة لما نرحنا إلى ثلاث ذرات مثل الماء وحصلنا أن الطرفين متشابهات وحصلنا أن الذرة المركزية تحتوي على إلكترونات حرة لأن الأكسجين موجود في المجموعة السادسة ومرتبط فقط بإلكترونين أو برابطتين مع الهيدروجين إذا يتبقى عنده أربع إلكترونات حرة أو زوجين من إلكترونات الحرة هذا الذي قعل أن الذرة المركزية تحتوي على إلكترونات حرة وقعل مركب مركب قطبي علاقة الشكل الهندسي بقطبية الجزي إذن أنا في أكثر من مرة ذكرت أن دائما نركز على الشكل الهندسي في الشكل الخطي ذكرنا إذا كان ذرتين متشابهات مثلا عندي هذا الشكل الهيدروجين ذرة الطرف الأول والطرف الآخر متشابهات إذن أقدر أقول أن هذا المركب مركب غير قطبي لأن الذرة الأولى تسحب إلكترونات باتجاهها والذرة الثانية تسحب إلكترونات بنفس القوة أيضا باتجاهها في هذا الحالة ما راح نحصل طرف يفوز على الطرف الآخر ونقدر نقول لنا المركب غير قطبي ولكن لو كان عندي بهذا الشكل عندي حاليا مركب آخر نلاحظ الطرفين مختلفات الذرة الأولى والذرة الأخرى الذرة الأولى لها سالبية مثلا أعلى من الذرة الثانية مدامنا سالبيتها إذن راح تجذب الإلكترونات باتجاهها عكس الذرة الثانية التي تجذبها الإلكترونات يكون أقل في هذا الحالة نقدر نقول مركب قطبي له قطبين قطب مثلا سالب وقطب موجب بسبب اختلاف الذرتين لما نرحنا إلى الماء جزي الماء مثلا بهذا الطريقة نلاحظ أن جزي الماء شكله منحني وذرة الأكسجين يوجد بها زوجين من الإلكترونات الحرة ولكن هذه الزوجين من الإلكترونات حرة عدا إلى أن الرابطة تنحني أو المركب بشكل عام يصبح منحني ذرة الأكسجين بسبب الإلكترونات تقوم بقذب الإلكترونات الرابطة باتجاهها ويجعلها أقوى في عملية السالبية أو قذب الإلكترونات باتجاه واحد عكس لما يكون ثاني كسير الكربون..، وجذب الإلكترونات يكون بشكل خطي عمودي بالتقاه زرة الأكسجين ويصبح المركب مركب قطبي ولكن لما يكون لدي ثاني كدة الكربون الخطي ثاني كدة الكربون في هذا الاتجاه لما يكون عندي ذرة كربون مثلا بهذا الشكل لو فرضنا طبعا ما معي اللي هو الكربون لو فرضنا أن في النص يكون ذرة كربون والشكل خطي في هذا الحالة ذرة الأكسيجين راح تكذب إلكترونات بنفس القوة التي تكذبها ذرة الأكسيجين الأخرى ويصبح العزم القطبي يساوي الصفر في هذا المركب ويصبح مركب غير قطبي ناخذ أمثلة إضافية حول الشكل الهندسي والقطبية نبدأ بالشكل المنحني مثلا ناخذ مثال آخر وهو غاز كبريتيد الهيدروجين الكبريت يوجد في المجموعة أيضا السالسة يحتوي على ستة إلكترونات لما يرتبط مع الهيدروجين في هذا الحالة راح يصبح مركب منحني بسبب وجود زوجين من الإلكترونات الغير مرتبطة في هذا الحالة نقدر نقول أن اتقاه العزم القطبي أو اتقاه القوة بيكون باتقاه الكبريت الكبريت يسحب رابط الإلكترونات أو يسحب يجذب الإلكترونات من الهيدروجين باتقاهها ويجذب الإلكترونات أيضا باتقاهها وبسبب الإلكترونات الحرة أيضا الرابطة تكون باتقاه العمودي باتقاه الكبريت إذن يصبح المركب هنا مركب قطبي إذن دائما أضف بالك أن الشكل المنحني مركب قطبي الشكل المنحني مركب قطبي أما الشكل الخطي عرفنا له ثلاث حالات أو حالتين الحالة الأولى يكون قطبي إذا كان الطرفين متشابهين أو ثلاث ذرات والذرة المركزية لا تحتوي على إلكترونات حرة والطرفين طبعا شرط أن يكون متشابهين وأيضا يكون قطبي إذا كان الطرفين مختلفين إذا كان طرفين متشابهين هو غير قطبي وطرفين مختلفين قطبي بالنسبة للشكل الخطي انتهينا من الشكل الخطي والشكل المنحني إذن دائما الشكل المنحني هو شكل أو مركب قطبي نروح إلى مثلث ثلاثي أو متساوي الأضلاع متساوي الأضلاع مثل مثلا معنى كلوريد البورون بورون يقل في المجموعة الثالثة إذن بيكون معي مع الكلور يشكل مثلث متساوي الأضلاع بهذا الشكل سالبية الكلور أعلى من سالبية بورون في هذه الحالة يقوم بيجذب إلكترونات باتقاهها أيضا عندي ذرة كلور أخرى تقوم بيجذب إلكترونات باتقاهها أيضا عندي ذرة ثالثة وتقوم بيجذب إلكترونات باتقاهها إلكترونات البورون باتقاهها أو إلكترونات الرابطة أيضا عندي ثلاث قوة تعمل في ثلاث اتقاهات متعامدة ثلاث اتقاهات متعامدة ومعروف أن الرابطة هي زاوية 120 درجة مما يجعل أنه بسبب هذا التوزيع أن الاتقاهات الثلاثة تمحي بعضها البعض ويصبح العزم القطبي في المثلث متساوي الأضلاع العزم القطبي أو المحصلة النهائية تساوي صفر وما دعمنا صفر إذا نقدر نقول أيضا مثلث متساوي الأضلاع والأشكال التي تكون مثلث متساوي الأضلاع تكون غير قطبية بشرط أن الأطراف الثلاثة متشابهة ذرات متشابهة أما إذا كان عندي اختلاف في أحد الأطراف نقول عنه مركب قطبي ننتقل إلى الهرم الثلاثي الهرم الثلاثي وذكرنا الهرم الثلاثي لما يكون عندي مثل الأمونيا الأمونيا عندنا تشثريه الأمونيا ترتبط لأنها من المجموعة الخامسة إذا نعدها خمسة إلكترونات ترتبط بثلاث روابط مع الهيدروجين يجعل منحنى أو الشكل هرمي ثلاثي شكل هرمي ثلاثي مثل هذا الشكل معي هذا الشكل لو فرضنا هذه ذرة الهيدروجين مرتبطة بثلاث روابط مع ثلاث ذرات هيدروجين اللي باللون الأخضر يمثل أزواج إلكترونات الحرة الشكل الأمونيا بهذا الشكل المنحني أو الشكل نقول عنه الهرمي الثلاثي بسبب أزواج إلكترونات الحرة عندي ذرة نيتروجين سالبيتها أعلى من ذرة الهيدروجين الرابطة الثالثة إذن عندي ثلاث محصلات في البداية ولكن عندي إلكترونين أو زوج من إلكترونات الحرة موجود على ذرة النيتروجين مما يجعل اتقاه العزم القطبي هو باتقاه ذرة النيتروجين إذن باتقاه الأعلى في هذا الحالة نقول أن المحصلة النهائية لا تساوي صفر بسبب وجود زوجين من الإلكترونات الحرة على الذرة المركزية في الأمونيا إذن بسبب وجود زوج من الإلكترونات الحرة إذن يصبح المركب أو أي مركب آخر هرمي ثلاثي هو عبارة عن مركب قطبي مركب قطبي إذن أي مركب هرمي ثلاثي بسبب وجود زوج من الإلكترونات الحرة على الذرة المركزية لأدت أن المركب يصبح هرمي ثلاثي ما يصبح هرمي ثلاثي إلا لما وجد إلكترونات حرة على الذرة المركزية هذه الإلكترونات الحرة هي التي قعلت المركب يصبح حرمي ثلاثي هذه الإلكترونات الحرة هي المسؤولة عن قطبية هذا المركب إذن هذا المركب قطبي بسبب هذه الإلكترونات الحرة على الذرة المركزية التي قعلت أن العزم القطبي لا يساوي صفر نروح إلى المركب الهرمي الرباعي الهرمي الرباعي مثل هذا الشكل معنا هذا الشكل معناه رمي رباعي على أي اتجاه توضع المركب يعطيك نفس الشكل ما يختلف الشكل على أي اتجاه على أي زاوية أو وضع توضع في المركب يعطيك نفس الشكل وضحنا بالنسبة لمقدار الزاوية وهي تقريباً 105 درجات نلاحظ أن الأطراف كلها متساوية ومتعامدة على بعضها البعض يجعل أن محصلة القوى والعزم القطبي في جميع الاتجاهات متساوية إذن في النهاية يصبح المركب مركب عزم القطبي أو محصلة النهاية العزم القطبي يساوي الصفر ويصبح المركب مركب غير قطبي نوضح هذا من خلال الرسم عند الكربون يرتبط مع الهيدروجين ويرتبط مع ذرة هيدروجين أخرى وذرة هيدروجين ثالثة وذرة هيدروجين رابعة في مركب قلنا عنه الميثان وهو CH4 اللي يصير أن الكربون سيسحب بسبب سالبيته الأعلى من الهيدروجين إلكترونات الهيدروجين إلكترونات الرابطة بالتقاوى والذرة الثانية أيضاً ذرة كربون تسحب من الذرة الثانية وتسحب إلكترونات من الذرة الثالثة والذرة الرابعة وكلهم المتعاملات على بعضهم البعض إذن المحصلة النهائية المحصلة تساوي تساوي صفر إذن يصبح المركب هذا مركب قلنا عنه غير غير قطبي إذن يصبح مركب غير مركب غير قطبي عدنا تمارين مختلفة حول هذه الأشكال وقطبية المركبات ذكرنا الأولاً الهيدروجين شكله شكل الهيدروجين هو عبارة عن الشكل الخطي إذن شكل الهيدروجين شكله خطي مدامنا خطي وذرتين متشابهات إذن نقدر نقول عنه مركب قطبي ولا غير قطبي مركب غير قطبي بالنسبة لفلوريد الهيدروجين ورسمه بالطريقة هذه نلاحظ أن الطرف الأول لا يشابه الطرف الآخر إذن المحصلة النهائية للعزم القطبي لا تساوي صفر إذن هو مركب قطبي ثاني أكسي الكربون ذكرناه أكثر من مرة وشكله خطي والذرة المركزية لا تحتوي على إلكترونات حرة إذن هو مركب غير قطبي الماء ذكرنا أنه شكله منحني والذرة الأكسيجين هو وجود الإلكترونات الحرة على ذرة المركزية مما يؤدي إلى أن المركب يصبح مركب قطبي عدنا كلوريد البورون الذي ذكرناه قبل قليل أيضا الشكله اللي هو مع الكلور يمثل شكل مثلث متساول أضلاء والذرات متشابهة في الأطراف الثلاثة ومتعامدة على بعض البعض إذن المحصلة النهائية للعزم القطبي تساوي صفر إذن يصبح المركب مركب غير قطبي عدنا الأمونيا وذكرنا أيضا مثال على الأمونيا والأمونيا موجودة المجموعة الخامسة عند خمس إلكترونات في مدار الأخير إذن يرتبط للوصول لأحد الاستقرار بثلاث روابط مع الهيدروجين هذا الروابط الثلاثة تبقي على زوج من الإلكترونات الحرة في الذرة المركزية لأنه يتروجين يصبح المركب مركب قطبي لأن المحصلة النهائية للعزم القطبي لا يساوي صفر ذكرنا أيضا الميثان الميثان قبل قليل أيضا ذكرناه وقلنا أن الهيدروجين أو الكربون يرتبط بأربع روابط مع الهيدروجين والمحصلة النهائية راح تساوي صفر للعزم القطبي إذن شكله راح نكتبه الشكل اللي هو عبارة عن هرمي أو رباعي الأوجه ويصبح مركب غير غير قطبي في مركب عندي شبيه بالميثان في مركب شبيه بالميثان ولكن لاحظني معي ذرة كربون مرتبطة بذرة هيدروجين وحدة وبدل ثلاث ذرات هيدروجين تم استبدالها بثلاث ذرات أكلور إذن بهذا الشكل راح نرسم المركب الجديد ذرة كربون مرتبطة بأحد الأطراف مع ذرة هيدروجين وثلاثة أطراف بذرة أكلور هل هذا المركب قطبي أم غير قطبي لو وضحناه بيكون بالطريقة هذه لو فرضنا المركب هذا عندي ذرة أكلور وذرة أكلور أخرى وثالثة وعندي هنا ذرة هيدروجين إذن الأطراف أطراف مختلفة السالبية الكهربائية للكلور أعلى من الكربون إذن الكلور راح يسحب أو يكذب الإلكترونات باتقاهها أيضا دارة الكلور أخرى والثالثة والهيدروجين بيسأل أن السالبية أقل من الكربون الكربون راح يكذب الإلكترونات أو راح يكذب الإلكترونات الرابطة باتقاهها مما يؤدي إلى أن اتقاه الرابط القوة قوة العزم القطبي كلها باتقاه الأسفل في هذا الحال يصبح المركب مركب قطبي إذن نوضح هذا في البرنامج إذن عندي الهيروجين في البداية سالبيت أقل من الكربون الكربون يسحب إلكترونات باتقاه الكربون أو الإلكترونات رح تنجذب باتقاه الكربون مع إهني الكلور سالبيت أعلى من سالوية الكربون إذن اتقاهها بيكون باتقاه الكلور أيضا درات الكلور أخرى رح تنجذب إلكترونات باتقاهها وأيضا درة الكلور الثالثة إذن لاحظ أن اتجاه باتجاه واحد اتجاه القوة هو باتجاه واحد ما دامنا باتجاه واحد إذن المحصلة النهائية المحصلة لا تساوي صفر وإذا كانت لا تساوي صفر فأن المركب يصبح مركب قطبي طيب معنى سؤال يقول ماذا لو لم يكن الماء مركب قطبي لو فرضنا الماء حاليا من خلال الأمثلة اللي ذكرناها سابقا دائما نوضح أن الماء مركب قطبي طيب لو فرضنا أن الماء مركب غير قطبي ماذا تتوقع أن يحدث في مثلا حياتنا إذا كان الماء مركب غير قطبي اللي نتوقع أنه أولا لا يذوب الزيت في الماء أيضا البنزين لا يذوب في الماء في قاعدة راح تأخذوها إن شاء الله فيما بعد القاعدة تقول أن المثل يذيب المثل يعني الشيء المتشابه في القطبية يذيب المثله مثل الماء قطبي يذيب المركبات القطبية الغير قطبي لا يذيب الغير القطبي ولكن القطبي لا يذيب الغير القطبي مثلا معنى الماء مركب قطبي الماء الماء مركب قطبي الزيت غير قطبي في هذه الحالة لو وضعت الزيت في الماء لا يذوب الزيت في الماء ولكن لو فرضنا أن الماء غير قطبي يعني غير قطبي وضعت الزيت في الماء راح يذوب الزيت في الماء إذن هذا لو توقعنا أو فرضنا أن الماء مركب لو لم يكن قطبي فأن هذا أقل شيء راح يحدث عندنا الزيت لا يذوب في الماء خلاصة موضوعنا تعتمل القطبية على أربعة أشياء واحد السالبية الكهربائية للعناصر المرتبطة مثل ما وضحنا أن الهيروجيم مع الكلور لأنه عندي سالبية كهربائية إذن مختلفة مثل الكلور سالب أعلى من الهيروجين إذن هذا المركب قطبي بسبب السالبية أيضا معنا الشكل الهندسي للجزي وضحنا أن الجزيئات الخطية وإذا كانت الأطراف متشابهة فأنها تصبح قطبية وإذا كان الأطراف المختلفة في البداية مختلفة إذن بيصبح مركب قطبي وإذا كانت الأطراف متشابهة فأنه يصبح مركب غير قطبي وإذا كان مثلا عند الماء المنحني مباشرة أقول عنه مركب قطبي لأنه منحني الهرمي الثلاثي مثل ما ذكرنا الأمونيا الهرمي الثلاثي لأنه مباشرة أقول عنه قطبي مثلث متساوي الأضلاع غير قطبي والهرمي الرباء الأوجه إذا كان أطراف متشابهة أيضا غير قطبي إذن الشكل الهندسي أيضا نقدر من خلال معرفة الصيغة والشكل الهندسي نقدر نحدد هل هذا المركب قطبي أم غير قطبي أيضا أزواق إلكترونات الحرة في الذرة المركزية وذكرنا الذرة المركزية إذا كانت تحتوي على إلكترونات حرة مثلا هذا المركب يحتوي الذرة المركزية على إلكترونات حرة مباشرة نقول أنه مركب قطبي الذرة المركزية لا تحتوي على إلكترونات حرة مثل الثانيكس الكربون مركب غير قطبي إذن أيضا ننظر إلى الذرة المركزية ونشوف إذا كان عندي إلكترونات حرة موجودة على الذرة المركزية ولا غير موجودة إلكترونات حرة أيضا محصلة القوة القطبية مثل ما وضحنا قبل قليل إذا كان أيضا مثال عندي مثلا مركب بهذا الشكل مثل الميثان ولكن طرف واحد فقط في كلور وثلاثة أطراف من الهيروجين في هذا الحالة محصلة القوة القطبية في اتجاه الكلور ولا تساوي صفر إذا مركب نقول عنه مركب قطبي أما إذا كان المحصلة النهائية مثل ثاني كسير الكربون والمحصلة النهائية صح أن الروابط قطبية مثل ما ذكرنا بين الكربون والأكسجين ولكن المحصلة النهائية تساوي صفر إذا المركب يكون مركب غير قطبي إذا هذا بالنسبة لموضوعنا الرئيسي في هذه الحصة وخلاصة الموضوع يبقى معنا توضيح أو ذكر تعريف العزم القطبي وهو عبارة عن مقياس لتحديد قطبية الجزيئات العزم القطبي هو عبارة عن مقياس يستخدم من تحديد قطبية الجزيئات طبعا بالنسبة للعزم القطبي هناك في قوانين لحسابه وأرقام وغيرها ولكن في هذا المرحلة ما مطلوب منك هذا الأرقام فقط مطلوب منك تعرف النقاط التي ذكرناها وهي تعتمد القطبية على أربعة أشياء سالبية الشكل الهندسي أزواج إلكترونات الحرة في الذرة المركزية محصلة القوى القطبية واللي هو ما يسمى بالعزم القطبي ننتقل إلى مجموعة من الأسئلة نبدأ بها فكر معنا هل هذا المركب قطبي كلوريد الكربون هل هو مركب قطبي أم غير قطبي لازم نوضح أو الشكل الهندسي في البداية عندي خمس ذرات والذرة المركزية هي الأقل اللي هي الكربون لو رسمنا بنحصل أن الكربون هو الذرة الوحيدة الموجودة في الأطراف وأطراف المركب كلها متشابهة إذن نتوقع أن اتقاه العزم القطبي باتقاه الذرة التي تحمل سالبية أعلى واللي هي الكلور وفي هذا الحال ما دامنا الذرات متشابهة إذن نقدر نقول إن محصلة العزم القطبي تساوي صفر وإذا كان محصلة تساوي صفر إذن المركب يصبح مركب غير قطبي إذن هذا بالنسبة لمركب كلوريد أو رابع كلوريد الكربون ننتقل حاليا إلى اختبارات النهائية حول هذا الدرس معنا هذا المركب بي سي أل ثري رمز الذرة المركزية هي الفوسفور شكل الهندسي ما دامنا عندي ذرة وذرة واحدة من الفوسفور وثلاث ذرات من الكلور إذن إذا حبينا نرسم بيكون معي بهذا الشكل على السريع ونوضح إن شكله هو مثلث متساوي الأضلاء قياه الزوايا ما بنترقلها عشان ناخذ مجموعة كبيرة من الأسئلة المركب ما دامنا الأطراف متشابهة إذن مركب يكون مركب غير قطبي ألمى ذكرنا إن شكله شكل منحني بهذا الشكل وذكرنا أكثر من مرة الرمز الذرة المركزية هي الأكسجين والمركب بيصبح مركب قطبي بسبب الشكل المنحني عندنا جزء آخر هو H2S مركب قطبي بينما ثانيكسو الكربون غير قطبي وضحنا لأن الثانيكسو الكربون تقدر تقول هو مركب خطي و H2S هو مركب منحني أو تقدر تقول إن الذرة المركزية للكبريد تحوي على ذر إلكترونين أو زوجين من الإلكترونات حرة وذرة الكربون لا تحتوي على إلكترونات حرة المركب الذي تكون فيه محاصلة العزم القطبي لا تساوي صفر نقدر نحدد هي عندي البي مرتبط مع الهيدروجين والهيدروجين إذن هنا المحاصلة تساوي صفر هذا المركب شكله الهندسي بهذا الشكل عندي ثلاث ذرات كلور ونلاحظ أن ذرة الهيدروجين مختلفة عن باقي الأطراف إذن هنا مركب يصبح مركب قطبي وإذا كان قطبي إذن لا تساوي صفر وتقدر تطبق على باقي المركبات معنا هنا أيضا في عام 2015 سؤال صنف المركبات تالية هل هي قطبية ولا غير قطبية نأخذ فقط مثال واحد اللي هو معنا مثلا SICL4 سيليكون يرتبط بأربع روابط مع الكلور روابط متشابهة ونلاحظ أن كل الأطراف أطراف متشابهة إذن نقدر نقول أن محصرة العزم القطبي راح تساوي صفر ويصبح المركب مركب غير قطبي أيضا معنا آخر مثال هنا في هذا الشكل نلاحظ طريقة الرسم الموضحة لهذا الشكل مختلفة هنا بالنسبة للطرف اللي فيه سالبية أعلى يكون مدبب الطرف اللي فيه سالبية أعلى يكون مدبب عكس الطرف الأقل السالبية يعني بالطريقة هذه لما نرسم نقدر نوضع أن هنا طرف الدر الصحبة